بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله يا رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أمرنا الله تعالى بإقامة الصلاة إقامة ترضي الله جل وعلا أداءاً كاملاً كما أمرنا مولانا وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابي إذا قمت فاطمئن قائماً إذا ركعت فاطمئن راكعاً إذا رفعت فاطمئن معتدلاً إذا سجدت فاطمئن ساجداً هكذا هكذا تكون إقامة الصلاة بل إن جميع المخلوقات تصلي كما علمنا مولانا جل وعلا وكما قال ربنا كل قد علم صلاته وتسبيحه أهل الصلاة أهل فلاح أهل النجاح أخبر الله تبارك وتعالى بهذا في هذا التعبير المؤكد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أول وصف لأهل الإيمان أنهم يخشعون في صلاتهم أنهم يؤدون هذا الركن يؤدون هذا الأمر الإلهي أداءً كاملاً بخشوع وخضوع واستكانة لمولانا جل وعلا لماذا؟ لأهمية الصلاة لمنزلة الصلاة لمكانة الصلاة أنت واقف بين دي مولاك إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أو فقد خاب وخسر أو فقد حبط عمله صلاة راحة أيها المشاهد الكريم أيها المصلي ستشعر بالراحة وأنت في الصلاة قال نبينا يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها الصلاة سعادة قال الله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضمكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تمسى صلاة راحة في الصلاة رزق إن شاء الله دخل الرجل على امرأته فقال لها أين الأولاد قالت لقد ناموا من الجوع قال أيقظيهم قالت أوكظهم ليشعروا بالجوع أكثر وأكثر قال أيقظيهم للصلاة والرزاق هو الله وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى انظر إلى هذا الربط الجميل بين الصلاة والرزق وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أيقظيهم للصلاة والرزاق هو الله وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نعلم أولادنا الصلاة وأن ندربهم ونعلمهم وأن نجعلهم يصلون في بيوت الله تبارك وتعالى أخي المسلم وأنت في المسجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر